فريق اتحاد بالعباس المنتشي بالفوز الكبير المحقق على حساب شبيب القبائل ينزل ضيفا أمسية ثلاثاء على فريق اتحاد البوليدة في مباراة ستلعب من دون جمهور سيسعى من خلالها للحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية وتأكيد أحقيته في المرتبة التي يحتلها طبعا الكل يعلم الفريق كرة القدم حينما يكون النتائج السلبية يتمنى لا يلعبش أمم جمهوره وهذا من اسم البوليدة لا يكون ضغط عليهم الضغط يكون حينما يكون الجمهور الملعب مكتب بالجمهور فهو سيلاع ذو حدين بالطبع نحن محاضرين من الجهة النفسية من الجهة محاضرين اللعبين نحن نركز المباراة داخل الإيطار مأمورية زملاء تابتي ستكون صعبة أمام فريق جريح سيعمل هو الآخر جاهدا من أجل تحقيق الفوز الذي قد يعبد له الطريقة للخروج من المنطقة الحمراء قابلة صعبة مع فريق رأي تخبط في النتائج ما صارت ما يخليك شهد العامل باش تقول بلي بليده ما عنده مش عندهم فريق محترم نبس به بلك ما مازال ما حكموش رواحهم إن شاء الله حنا نمد دعافه إن شاء الله باش نطعمه للي بوريزيل طاباسكودي تروعه ماتش إن شاء الله بلا كيكون عامل لينا كشغل مليح وين نعبوه ويكله إن شاء الله الحمد لله كيما يقول لك رأنا في هذه السلسلة الإيجابية على الانتصارات نحن نزيده كما قال لك نزيده من مصلوفة السلسلة الإيجابية إن شاء الله بأموان نربحه نربحه نتقدمه في المراتب الآن إن شاء الله عودة جميع المصابين لأجواء التدريبات سيضع عديد الحلول بيد المدرب شريف الوزاني لوضع الخطة المناسبة التي من شأنها تثمر بفوز جديد يبقي الفريق على مقربة من هارم ترتيبي مجموعة المحترف الأول